هذه هي المناشدة بأن لا يتم ترحيل السوريين اللاجئين موجودين في شمال العراق في إقليم كردستان العراق خاصة من يحمل الوثائق ولو عن طريق الخطأ ولو كانت حالات فردية لأن ترحيلهم إلى مناطق غير آمنة يهدد حياتهم فقط هذه هي النقطة وعندما أتحدث عن تقرير Human Rights Watch لأنها منظمة دولية وترصد الانتهاكات في كل مكان فالموضوع ليس اتهامات لكن هي ربما أحداث وقعت وبغض النظر إن كانت فردية أو غير فردية لكنها حدثت ونحن نتحدث عن حياة البشر وأكرر بهذه النقطة لا أن في وقوع حالات ربما فردية حتى هذه الأمور تقع على العراقيين على أشخاص من أربيل وفي السليمانية وهكذا هذه الأمور تحدث نتيجة أن الحالة السياسية والاجتماعية واقتصادية في العراق لا تزال هناك اضطرابات في كل هذه الملفات التي يعاني منها العراق فنتيجة هذه الاضطرابات أكيد سوف تؤثر على الجانب الأضعف يعني جانب الإقامة الإنسانية للسوريين في العراق وفي حكومة إقليم كورستان العراق ولكن أنا أؤكد في هذا المجال أن حكومة إقليم كورستان العراق تلتزم بمعائر الدولية وتعمل معا مع مفوضية اللاجئين ومفوضية اللاجئين الدولية تابعة الأمم المتحدة حريصة على أن تكون تطبق حكومة إقليم كورستان العراق معائر الدولية ترجمة نانسي قنقر